هل سواء نقدر نحمي حدود العراق كلها لأنه الحدود العراق من بغداد شمالاً باتجاه البصرة لا تشكل خطر على الكيان الصوني ولا تكون مستهدفة سيكون الاستهداف من بغداد جنوبها بغداد كربلة النجف واسط ميسان ديقر هذه المحافظات التالية هل سألت أن تحكي لك أننا منظومات دفاعية يشعدنا مفاعل نووية نحميها ونجيبها أخي بشر البشر قيمة أعلى من المفاعل النووي قيمة أعلى شيء البشر لا يقيم والدماء يجب أن تحترم والحكومة يجب أن تكون بقدر المسؤولية للمحافظة على أمن وسلامة المواطن حالياً وفي الرؤى المستقبلية الآن الحكومات مو فقط خطط للحالي نحن لا نتعامل بردود الفعالين في عالية يجب أن يكون هناك تقطيط استراتيجي ورؤى مستقبلية ونحدد من هو العدو وما هي غاياته وما هي نواياه وبالتالي نضع الدفاعات على أساس نوايا العدو وإن كانت احتمالية في الكيان الصيوني إذن من هذا الجانب اليوم صرح رئيس الوزراء وقال من هذا الجانب قال قال خلونا على ما هي التصريحات ما توكل عمي يا عمي يقولك انت ليش تدخلني بصراعان ببعيد عنا بغناء عمي 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 ما جاء أظرفهم ولا جاء يخصفهم عمي جاء يشتري منظومة للدفاع الجوي تحميني حاسة ملا عزي ما رح تخصفني بصراعين بس اشتري منظومة للدفاع الجوي تحميني أحمي نفسي بالدفاع الجوي لكن عمي ما يجي بالشم واحد جوعان مو يوقف يوم هو التكة يشتم حتى يشبع اشتركوا في القناة